مهرجان أكيتو أصالة وتجدد الذي أقيم في مدينة الزيتون بعشيقة بسهل نينوة نظمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مكتب الثقافة السريانية وبالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب السريان وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استهل المهرجان بيومه الأول الذي افتتحت فعالياته في مجمع مارغورغيس الثقافي ببعشيقة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح شهداء الكلمة الحرة ثم ألقى أمين الشؤون الثقافية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الشاعر منظر عبد الحر كلمة المستشار الثقافي لرئيس الوزراء الشاعر عارف السعدي بعدها ألقى الأمين العام للأدباء والكتاب في العراق الشاعر عمر السراي كلمة الاتحاد كما ألقيت كلمات أخرى منها كلمة راعي كنيسة مارغورغيس الأب دانيال بهنام وكلمة رئيس المكتب الثقافي السرياني في الاتحاد موشي بولس وكلمة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان روانت بولس تم عقد الدور الثامنة من مهرجان أكيتو الذي تضمن الاحتفال بعيد أكيتو التاريخي وقد أقيم هذا العام في ناحية بعشيق العامرة بخضرتها وزيتونها وطيبة أهلها الذين احتضنوا فعاليات يومين من أيام الذين سيقام فيهما مهرجان أكيتو الذي يعد احتفالا بهذا العيد التاريخي الخالد الذي يعد من أقدم الأعياد على وجه الكرة الأرضية لأنه يمتد إلى آلاف السنوات هذا وشهد اليوم الأول للمهرجان تقديم عدد من الفعاليات الثقافية منها محاضرة بعنوان أكيتو حج وكرنفال وعيد خص حاضر فيها الدكتور عامر الجميلي وقدمها الكاتب الشاعر نمرود قاشا ومحاضرة بعنوان أكيتو في الصحافة المسيحية مجلة الفكر المسيحي انموذجا للدكتور أطلال سالم ومحاضرة أخرى بعنوان الأول بالنيسان رمز وتاريخ للدكتور عزيز صادق يقام هذا اليوم في ناحية باشيقة هذه الناحية الآمنة هذه الناحية المفعمة بالجمال والحب والتآخي مهرجان أكيتو الثقافي الثاني الذي يأتي برعاية مباشرة من لدن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشاعر السوداني المحترم ويقيم هذا المهرجان المركز الثقافي السرياني في اتحاد العام للدبا والكتاب في العراق بالتنسيق مع اتحاد الدبا والكتاب السريان في العراق وعلى هامش عقد مهرجان أكيتو أقيم معرض للخط السرياني والفنون التشكيلية للفنان بشار البغديدي كما قدمت قراءات شعرية وبلغات متعددة السريانية والعربية والكردية فضلا عن تقديم عروض للوحات فنية ووصلات غنائية لفرقة ميلودي من بغديدي وكذلك فواصل غنائية للفنان الشعبي عوديشو أثنيل والفنان أسامة جميل جدير بالذكر أن مهرجان أكيتو أصالة وتجدد استمر لمدة يومين متتاليين في مدينة بعشيقة وسنقدم لكم فعاليات اليوم الثاني في وقت لحق